هذا البرنامج كان سابق عصره بمراحل على الأقل ب20-30 سنة مذهل لأن النهاردة لو جبت حلقة من هذا البرنامج وشغلتها دلوقتي هتلاقي بتخطب الزمن الحادي وإحنا بنكلف السبعينات اللي مر عليها 50 سنة يبقى هنا بنرجع الفضل لأصحابه صاحبة الفكرة وكمان النقطة المهمة سيدة فايزة وأصف أنت ما كنتش بتشوفها ببرامج تانية صح؟ هي برنامجها برنامجها ده فقط يعني هي ما كانتش موزيعة ربط ما كانتش موزيعة برامج أخرى هذا البرنامج كان مشروع ولما أنت بتبقى صاحب مشروع دايماً بتطور فيه وتخدم عليه من مرة للتانية عشان كده كان البرنامج بيتطور مرة مع التانية انتشاره كبير ما كانش حكاية القاهرة بس لا كمان المحافظات كان بيجي لها جوابات منين؟ كل حد من كل مكان من أنحاء الجمهورية داي رجع بقى لأستاذة فايزة نفسها وهي قاعدة كده مليا مكانها صحيح بتتكلم أولاً ما كانتش كانت إيه يعني ما تكبرش معها الضيف بتاعها لأن هي عارفة كويس جداً هي جايبة واحد هو ده المتخصص في هذا المجال واللي عنده أكتر فهي تسأل السؤال قصير جداً وتترك الإجابة بوقتها هي بتتناقش بزاك مش جاية تستعرض عضيف ده الفارق ده الفارق عشان كده عاش البرنامج فترات طويلة جداً وفضلت الناس تشوفه اللذيذ أن أنت لما كنت تيجي للمنطقة التمثيلية في البرنامج كنت تلاقي أسماء ما أنزل الله بها يعني أنا شفت الفنان محمد وفق الله يرحمه كان نجم التليزيون الأول طبعاً طبعاً والله يرحمه يا رب آه الله يرحمه طبعاً دينا عبدالله وإناس عبدالله طبعاً والمجموعة دي كل طبعاً عمل إمكانيات الضعيفة يعني هتلاقي التصوير كان لسه على الدوق اللي مش عارف اللوكيشن عامل إزاي احنا بنتكلم برضو خمسين سنة فاته يا جباً بس كان والله فعلاً كان حلو وجذاب وممتع يعني تجد أنه عنينا من فترة انقطاع طويلة جداً لمسألة التوعية عن طريق التمثيل والدراما وبعدين لسه حتى الله يكون في أول حلقة بتكلم أنه بعد كده أوحنا رجعنا لها يعني بشوف الناس مثلاً وحنا بنشتغل على حاجة متعلقة عايزين نعمل توعية فيما هو متعلق بالعاصمة الإدارية فتعامل حاجة لطيفة جداً وفيلم لطيف قصير جداً جداً لكن بيكلمك عن العاصمة بمنطق تمثيلي وطلبة جامعة وأستاذ الجامعة والمهندس اللي في الموقع مش عارف أحاديث بتتم مبين أفراد موجودين جوه عربية المترو بيتكلموا عن اللي بيحصل في مصر فاحنا رجعنا لها تاني أحوضوا فكروا احنا احنا سبنا الكلام ده سنين طويلة مين احنا سبناه لأن ده كان غلط لسبب بسيط المشكلة الأساسية احنا مبيناش نقرأ من فترة طويلة فأصبح الثقافة اللي عندنا مش ثقافة سامعية بس ثقافة نظرية آه لازم تشوف بلازم أشوف انت هتلاقي ان انت حافز مسلسلات ومصرحيات وأفلام من عشرين تلاتين سنة لكن الكتب نفسها كتب سنوية عامة اللي انت كنت تكلم عليها ما انتش فكر منها أي حاجة أغلب الناس على فكرة بمناسبة سنوية عامة أنا فاكر في سنة تلاتة وتسعين كان في قصة مقررة على سنوية عامة اتعملت مصرحية وزارة الثقافة عملتها وكان بيمثل فيها صبري عبد المنعم ممثل فيها محمد متولي وكانت أستاذة أمينة رزق وعملوا المصرحية دي والطلبة راحت بشكل غير طبيعي على المصرح وأنا شفتها أنا فاكر أنها شفتها أسهل هنا انت خلاص أخدت إيه يعني الساعتين بتوع المصرحية دخلوا دماغ الطالب أحسن ما قاعد يمسك الكتاب طول السنة